أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرارا بمنح مهلة لمخالفين نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقا لنصوص القانون الاتحادي وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة مراعاة لظروفهم انطلاقا من قيم رحمة وتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة وتمكن المخالفين من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر